شاهدا للدعم والرعاية التي يلقاها ذوي العوق واحتفاءا بأحدى المبادرات الخيرية المكملة لجهود الدولة أعلن عن الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في عامها الثاني عشر والتي تهدف لتشجيع الموهبة وخلق روح التنافس والإبداع بين ذوي العوق ليمضوا قدما ويضعوا قدما على طريق صناعة مستقبلهم وخدمة وطنهم بفاعلية حيث وصل عدد المكرمين بالجائزة منذ انطلاقتها عام 2005 ميلادية وحتى عامنا هذا إلى 480 فائزا وفائزة في هذا العام كرمت الجائزة 40 فائزا وفائزة وبهذا يكون عدد الذين تم تكريمهم خلال 12 سنة ماضية بلغ 480 فائزا وفائزة والحمد لله وهذه المجسفرة مستمرة بإذن الله تعالى تميزت هذه الجائزة عن غيرها وتفوقت على نفسها فلم تكتفي بالريادة في تقديم جائزة خاصة لفئة خاصة وإنما امتدت لتقدم نموذجا لتنوع قنوات العطاء فأضافت إلى الجائزة العلمية سنابل خيرية ولدت في حفل الجائزة الأول واستمرت تنمو سنويا لتصل إلى مليون ريال منها 200 ألف ريال قيمة الجائزة العلمية فيصل حاصن الإخبارية الرياض بهدف مساعدة الطلاب على تحديد التخصص الوظيفي انطلق في الرياض ملتقى التخصصات المهنية والوظيفية الرابعة ويتضمن الملتقى جلسات تفاعلية بمشاركة الحضور لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في التعليم والعمل انطلقت جلسات وفعاليات ملتقى التخصصات المهنية والوظيفية الرابعة في محطته الخامسة بمدينة الرياض والذي يستمر لمدة يومين ويأتي بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف مساعدة الطلاب والطالبات في تحديد تخصص والبجال الوظيفي المناسب لهم مما يسهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع انتاجيتها وتوسيع خياراتها ملتقى التخصصات هو مخصص بالشكل الرئيسي للشباب والفتيات اللي هم مقبلين في مرحلة الثانوية العام مع الاختيار ايش التخصصات الدراسية وبالتالي ايش الوظائف المستقبلية اللي هم مناسبة لهم وانطلاقا من الرؤية التنموية للمملكة 20-30 والتي تهدف في واحدة من العناصر الرئيسية لها اللي هو في مجال الإرشاد المهني في مجال التعليم للطلاب وتوجيههم نحو التخصصات الوظيفية المناسبة لهم تناولت جلسات الملتقى من هجية الاختيار للتخصصات والمهن ومجالات العمل المختلفة ومتطلباتها والتي يأتي من بينها الهندسة والطب وتقنية المعلومات والإعلام والقانون والمالية والطيران كما سيتضمن الملتقى جلسات تفاعلية بمشاركة الحضور لمناقشة الفرص والتعديات التي تواجه الشباب والآليات الحديثة لتطوير المستقبل الوظيفي والاقتصادي للشباب السعودي في مجموعة من الجلسات التي تهدف إلى توعية الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل من خلال مجموعة من البرامج ويرش العمل والبوثات الموجودة داخل الملتقى وفضل الله سبحانه وتعالى استطاع ملتقى التخصصات أنه يوصل إلى رقم قياسي عالمي بحيث أن يسجل فيه أكثر من 35 ألف مشترك وهذا يعتبر رقم عالمي قياسي كأكبر ملتقى في العالم يسجل وجوده كملتقى السعودي فضل الله سبحانه وتعالى الملتقى الذي عقد في عدة مدن سعودية يسعى لتوعية الشباب بأهمية تحديد التخصص والمسار المهني والوظيفي ودعوتهم إلى التفكير في العمل الحر عبدالنصار الإخبارية الرياض ترجمة نانسي قنقر